أكد الرئيس عبد الفتح السيسي على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وخلال اللقاء مع كامالا هارس نائبة الرئيس الأمريكي على هامش مؤتمر قب 28 في دبي أشر الرئيس السيسي إلى تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة وما يستودبه ذلك من ضرورة تحرق المجتمع الدولي فورا لتوفير الاسترابة الإنسانية والإغاثية العادلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم مؤكدا رفض مصر تعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ومن جانبها عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الصدد معربا عن الشكر والتقدير لمصر وقيادتها للعمل الدؤوب المخلص على المساهمة في توصل للهدنة وتبادل المحتجزين بالإضافة إلى دورها المحوري في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة كما تم توافق بشأن خطورة الموقف الحالي وضرورة العمل على الحيلولة دون التساعي دائرة النزاع فضلا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم ورفض البلدين القاطع للتهدير القصري للفلسطينيين